هل يمكن للشاب العاقل أن يحصل في العمر القصير العلم الغزير نعم ومن الشباب العلماء أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل ابن عمر بن أوسن الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أعلم الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل كان معاذ بين أيديهم رتوة أي رمية بحجر وهو أعلم الصحابة بالحلال والحرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وهو من أعلم الناس بالقرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وقاضيا يعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام ويقضي بينهم قال أبو موسى الأشعري بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن فقال أدعو الناس وبشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر وهو من أبرز العلماء بالشام قال أبو إدريس الخولاني دخلت مسجد دمشق الشام فإذا أنا بفتى براق الثناية وإذا الناس حوله إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل قال عبد الله بن مسعود إن معاذا كان أمة قانتة ثم قال أتدرون ما الأمة الذي يعلم الناس الخير والقانت الذي يطيع الله ورسوله كان رضي الله عنه زاهدا كريما أرسل إليه عمر بأربعمائة دينار فقسمها بين الفقراء وفعل ذلك أبو عبيدة فقال عمر إنهم إخوة بعضهم من بعض توفي معاذ بالأردن في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة للهجرة وله إحدى أو ثلاث وثلاثون سنة وقيل غير ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم